الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القلامة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع المكتف إلى حد ما نظريات الاستهلاك consumption theories أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي حيثما كنتم وعلى بركة الله نبدأ يتفق علماء الاقتصاد بأن الاستهلاك كمكون الآن يشكل أهم مكون من الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى Gross Domestic Product GDP لهذا السبب يغضو من الأهمية بمكان أن يتعرف طلبة علم الاقتصاد على النظريات العلمية في مجال الاقتصاد التي حللت مكون الاستهلاك والتعرف على محدداته وكيف يتصرف المستهلكون عندما يتغير الدخل كان عالم الاقتصاد جون كينز جون كينز أول من أطبره مكون الاستهلاك بنظرية محكمة وهي ما يطلق عليها في الوقت الراهن نظرية الدخل المطلق Absolute Income Hypothesis وضمنها في ما يسمى نموذج تحديد الدخل أو Income Determination Model على هذه القناة الآن هناك قائمة بليليست للإقتصاد الكلي هناك العديد من المقاطع التي تتحدث عن ما يسمى نموذج تحديد الدخل وفيها نتحدث عن نظرية الدخل المطلق أرجو الرجوع إليها من قبل أحبة طلبة الذين يحتاجون إلى ذلك هناك أربع نظريات تتحدث عن الاستهلاك نظريات الاستهلاك اللي هي Consumption Theory سأبينها الآن في ما يأتي من حديث بإذن الله تعالى أول نظرية حدث لها عن جون كينز اللي هو صاحب نظرية الدخل المطلق Absolute Income Hypothesis جون كينز هذا الذي طبعا عاش خلال فترة الكساد العظيم من 1929 حتى 1936 واضطره إلى أن يكتب باستفاضة عن مكونات الدخل الكلي ما يسمى بالاستهلاك الاستثمار نفقات الحكومة والصادرات المستوردات وبالتالي هنا تحدث عن نظرية الدخل المطلق في إطار حديث عن الاقتصاد الكلي في ذلك الحين العالم الثاني هو جيمس دونزنبري جيمس دونزنبري هو صاحب نظرية الدخل النسبي Relative Income Hypothesis العالم الثالث هو ميلتون فريدمن ميلتون فريدمن هو صاحب نظرية الدخل الدائم Permanent Income Hypothesis وأخيرا وليس آخرا أنا فرانكو مودولياني صاحب نظرية دورة الحياة Life Cycle Hypothesis إذن الآن لدينا نظرية الدخل المطلق Absolute Income Hypothesis نظرية الدخل النسبي Relative Income Hypothesis نظرية الدخل الدائم Permanent Income Hypothesis ونظرية دورة الحياة Life Cycle Hypothesis الآن حول هذه النظرية اللي هي نظرية الدخل المطلق أرجو مراجعة المقطع المخاصة لنظرية الدخل المطلق على هذه القناة وهي تحت عنوان نموذج تحديد الدخل Income Determination Model نتابع أولا نظرية الدخل المطلق اللي هي Absolute Income Hypothesis وفيها يقول Keynes بأن الاستهلاك الراهن الاستهلاك الراهن Current Consumption يعتمد على الدخل الراهن Current Absolute Income حيث تأخذ الصيغة الرياضياتية المجرد للعلاقة بين الدخل والاستهلاك الشكلاتي هذا الآن Consumption C is a function of Y Consumption is a function Y هذا الآن إنفاق الاستهلاكي يعتمد على الدخل Y إذن هذه دالة في Y الاستهلاك دالة في Y اللي هو الدخل الراهن هذه العلاقة تنطبق على القيمة الحقيقية أي أن الإنفاق الاستهلاك الحقيقي يعتمد على الدخل الراهن الحقيقي وأن الآن ما يسمى الميلة لحد الاستهلاك Marginal Propensity Consumption اللي هو التغيير في ال Consumption نسبة إلى التغيير في الإنكم التغيير في الاستهلاك نسبة إلى التغيير في الدخل يجب أن يكون أكبر من صفر أكبر من صفر لكنه أقل أو يساوي واحد صحيح إذا أنطقنا كل الدخل الإضافي على الاستهلاك ودائما حسب النظرية بأن Marginal Propensity Consumption أو الميل الحدي الاستهلاك أقل من متوسط الميل الاستهلاك Average Propensity Consumption اللي هو متوسط الميل الاستهلاك أرجو انتباه إلى ذلك هذه الآن نظرية الدخل المطلق الميل الحدي الاستهلاك هذا وهذا متوسط الميل الاستهلاك نتابع الميل الحدي الاستهلاك يتضاءل كل ما زال الدخل حسب تصور كين ميل الحدي MPC يتضاءل كل ما زال الدخل يمكننا تصور الدخل المطلق وعلاقاته بين فاق الاستهلاك كما يأتي هذا الآن الدخل هنا الدخل والاستهلاك هذا الخط المستقيم الذي يصنع مع الأنفق زاوية مقدارة 45 درج هنا حتى نبين أنه كل نقاط عليه C يساوي Y اللي هو الدخل يساوي الاستهلاك أو الاستهلاك يساوي الدخل لكن هاي دالة الاستهلاك في اللونغ رن C يساوي A زاوية MPC هذا الـ Autonomous Coulson اللي هو الانفاق الاستهلاك المستقل عن الدخل وهذا الميل الحدي الاستهلاك The margin propensity to consume مضروب في الدخل الآن عندي ثلاث يعني ثلاث مناطق بدأت حدث عنها نقطة تقاطع هنا قبل نقطة تقاطع وبعد نقطة تقاطع هنا الآن هذه المضللة بالزهري عند هذه النقطة تقاطع بتقول لي كل الدخل ذهب الى الاستهلاك كل الدخل إذن لا يكون هنا الدخل عند هذه النقطة لكن قبل ذلك هناك الدخلات سالبة بمعنى آخر عندما يكون الدخل أقل من هذا المستوى بكون في عندي الآن الدخلات سالبة أي أن المستهلكين يقترضون حتى يدعموا الاستهلاك بعد الآن هذه النقطة هذه المنطقة الخضراء وما بعدها تكون عندي ادخارات موجبة حسب تصور كينز الآن على الرغم من تصورنا بأن دالت الاستهلاك خطية لكنها حسب تصور كينز غير خطية وهي تنحني عند المستوى العليا من الدخل كل مدى الدخل تنحني عند المستوى العليا من الدخل نتيجة انخفاض زيادة في الاستهلاك أرجو الانتباه إلى ذلك بيّنت طبعا الدراسة التالي للاحقا لعلماء آخرين زي ديزمبري وكوزنت وما شابه بأن الـ MPC ثابت على عكس ما ظنه كينز في تلك الأيام الغابرة نتابع واجهت نظرية الدخل المطلق العديد من الانتقادات والتحديات لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار أثر الثروة الولث وتوقعات المستهلكين وتوزيع الدخل على الرغم من كل التحديات التي واجهتها نظرية الدخل المطلق إلا أن علماء الثلاث بقوا متفقين على أن دخل الأسرة هو العامل الأساسي في تحديد انفاق الاستهلاك لها لكنهم لم يجمعوا على شكل من أشكال الدخل الذي يحدد الاستهلاك أهوى الدخل المطلق أم الدخل الدائم التي سنتحدث عنها بعد قليل أم الدخل النسبي اللي هي ما سيأتي يعني الآن إن شاء الله الدخل نسبي فالآن انتقادات التي واجهتها النظرية الدخل المطلق أولا ليست مبنية على مشاهدات فعلية أثبت دراسات تجريبية صدق بعض المفاهيم التي تبناها كينز اللي هو صاحب النظرية هذه وليس كلها وهي متعلقة بالميل حدي الاستهلاك ومتوسط ميل الاستهلاك أثبت الدراسات العالم سايمون كوزنت بأن الميل حدي الاستهلاك MPC يبقى ثابتا وهذه النتيجة تتناقض مع ما طرحه كينز بأن MPC أقل من APC يعني الميل حدي الاستهلاك أقل من متوسط الميل الاستهلاك نظرية الثانية الآن حسب تلتيب نظرية الدخل النسبي Relative Income Hypothesis تقول هذه النظرية بأن الإنفاق الاستهلاكي للفرد يعتمد على موقعه النسبي في توزيع الدخل للمجتمع المحيط أي أن الإنفاق الاستهلاكي يعتمد على دخل الفرد أو دخل الأسرة نسبة إلى دخل أو مدخيل بقية الأفراد التي هي بقية الأسرة في المجتمع على سبيل المثال لو أن شخصا ما يعيش في مجتمع غني نسبيا فإنه يميل إلى إنفاق جزء كبير من دخله على الاستهلاك مقارنة مع الآخرين وذلك من أجل أن يجاري الآخرين في المجتمع وهي الظاهرة التي أطلق عليها دوزنبري أثر التظاهر Demonstration Effect مناخر أنه يريد أن يقلد ويحاك الآخرين إلى جانب أثر السقاطة راشد Effect وهي عدم تمكن الأفراد من إقلاع عن عاداتهم الاستهلاكية يضرب دوزنبري أمثله على إنفاق أشخاء أو إنفاق شخص منخفض الدخل مقارنة مع شخص عالي الدخل وعلى سم مثال يمكن أن يكون وضع كما يأتي هذا الآن شخص معين الدخل له Y تساوى 1000 دينار والإنفاق للإستهلاك C تساوى 950 دينار ما يعني بأن متوسط الميل للإستهلاك تساوى 95% من الدخل عندما نقسم الآن 950 على 1000 بعطين الآن C على Y 95% لاحظ لي 950 دينار من 1000 لكن شخص آخر دخله 10,000 دينار ينفق 7,000 ما زال بالقيمة المطلقة أعلى بكثير يعني 10,000 أعلى بكثير من الألف وال7,000 أعلى بكثير من 950 لكن الميل المتوسط نحو الاستهلاك سي مقسم أوائي 7,70% لاحظوا لهذا المسكين يحاول أن يجاري هذا الغني هذا الغني يوفر 30% هذا يوفر 5% حتى نتمكن من هذه النظرية أرجو من أحبة الطرور المتابعين الرجوع المقطع المخصص لنظرية الدخل نسبي على هذه القناة نتابع التمثيل البياني الآن شو بتقول النظرية دوسمبري أو نموذج دوسمبري في الدخل النسبي هذا الدخل على المحور الأفقي الاستلاك على المحور العمودي الآن هذا الخط الأسود هنا الذي يصنع من الأفق زاوي مقدار 45 درجة بتقول C تساوي كل النقاط على المتساوية وفقيون عموديا لكن دالة الاستلاك جعلناها تميل شيئا يعني تأخذ بالإخباط التدريجي فلنفترض بأن الفرد أو مجموعة الأفراد الذين نتحدث عنهم كان مستوى الدخل تعمل عندهم Y عفوا Y هذه Y فالآن يستهلكوا C1 إذن Y1 C1 الاستهلاك عندما يكون مستوى الدخل مرتفع يكون مستوى الاستهلاك مرتفع لنفترض نتيجة لأسباب معين الخطر الآن الدخل من Y1 إلى Y2 بتقول النظرية بأن الآن هؤلاء الأشخاص لن يذهبوا إلى هذه النقطة التي يعني أتت على منح الاستهلاك لديهم بل سيحاول أن يتكيفوا مع الأوضاع ويحاول أن يعني ينفقوا من ادخاراتهم إذا كان عندهم مدخارات ويبقوا الاستهلاك لأنهم تعودوا عليه هنا الـ Demonstration Effect والراشد افكت أو اللي هي ظاهرة التظاهر وظاهرة الصقاطة فعلت فعلها بهم وبالتالي بيحاولوا أنه رغم أن الدخل انخفض بشكل شديد إلى Y2 لكن الاستهلاك لم ينخفض هذه النقطة بل بقي هنا في الشرطة الآن سيحتاجوا إلى أمد طويل كي يتكيفوا مع الأوضاع ويعودوا إلى النقطة المنخفضة على دالة السلاك ثالثا نظرية الدخل الدائم Permanent Income Hypothesis الآن يتبنى فريدمان المبدأ القائل بأن نطاق الاستهلاك consumption expenditure لا يعتمد على قيمة الدخل المطلق اللي هو Absolute Income ولا على الدخل النسفي Relative Income بل يعتمد على الدخل الدائم اللي هو Permanent Income أي على الدخل المتوقع في المستقبل Expected Future Income هنا الآن هذا الدخل للشخص هذا الراهن هو Permanent Income بالدخل الدائم زائد Transitary Income اللي هو الدخل العابر نسميه احنا هذا الدخل الكلي الفرد هذا الدخل الدائم وهذا الدخل العابر عندي هنا الانكم يعني الدخل الكلي للفرد اللهم أو مجموعة الأفراد هاي الدخل الدائم Permanent Income هنا Transitary Income اللي هو الدخل العابر على جانب الاستهلاك يقول فريدمان بأن الاستهلاك يتكون من جزئين الاستهلاك الدائم Permanent Consumption اللي هو C Sub T اللي هي Permanent Consumption والاستهلاك العابر اللي هي C Sub T اللي هي Transitary Consumption أي أن الان الاستهلاك هذا للشخص أو لمجموعة الأشخاص هذا شراءة كل الفرد اللي هو يساوي الاستهلاك الدائم زائد هذا العابر ممكن بيوم من الأيام يكون هذا سالب كما هنا الان أرجو الرجوع إلى هذا الان ممكن هذا يكون سالب بيوم من الأيام أو موجب لكن يعتمد الان الاستهلاك على الدخل الدائم له وبالتالي عندي هنا نظرية أرجو الرجوع طبعا إلى المقطع المخصص لهذه النظرية اللي هي Permanent Income Hypothes أو نظرية الدخل الدائم بتقول على أن الاستهلاك يتقوم لهذه الجزئين وأن هذا الاستهلاك يعتمد على الدخل الدائم يشكل الاستهلاك الدائم حسب رأي فريزما جزء متناسب من الدخل الدائم الفرد هنا الاستهلاك الدائم جزء متناسب من الدخل الدائم أي أن الآن شي صبي اللي هي الاستهلاك الدائم هو نسبة مؤوية من الدخل الدائم حيث تمثل K ثابتا يساوي المي الحدي للأستهلاك أو متوسط المي الاستهلاك يعني هنا Margin Propensity to Consume أرجو مراجعة المقطع المقصد للنظرية الدخل الدام على هذه القناة الآن أخيرا نظرية دورة الحياة Life Cycle Hypothesis نبتت هذه النظرية من أفكار عالم الإقصاد فرانكو ميدلياني في عام 1957 وفيها يقول يسعى الأفراد إلى توزيع انفاقهم الاستهلاك على مدى فترات حياتهم فيمكن أن يقترضوا خلال السنوات المبكرة أيام الشباب وهي فترات الخفاض مداخلهم وأن يدخلوا خلال فترات اتفاع الدخل أي بعد فترة الشباب هنا الآن التمثيل البياني وأرجو التطقيق به عندي على المحور الأفق دورة الحياة وهي السنوات الآن وعلى المحور العمودي هنا الاستهلاك والدخل هذا الآن الكونسومشن وهي الاستهلاك وهذا الآن المنحنى وهذا منحنى الدخل لاحظوا للدخل كان منخفض ارتفع 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 وصل إلى حد الأقصى ثم أخذ بالانخفاض نحو نهاية الحياة أو سنة التقاعد فسنجزئ هذه الآن المنطقة من هنا إلى هنا إلى هنا الزاء التالية هذه السمت العشرين مثلا لم يكن عمر الشخص عشرين سنة على سنة مثلا ربما يكون طالبا أو عاملا في مبتدع حياته هذا الآن مقابل هذه هنا تكون اقتراض يعني ليس هناك دخل عالي على الأقل نتحدث بمجتمع يعني راشن العقلاني هنا الآن الستين مثلا أو ربما يكون خمسة وستين في بعض المجتمعات الآن اللي هي سنة التقاعد هنا لاحظوا لي الآن النقطة من منطقة هاي فقط لاحظوا لي هذا الآن الدخل وهذا الاستهلاك إذن هون الاستهلاك أعلى من الدخل هون عندي الاستهلاك أعلى من الدخل وبالتالي الآن سن الأربعين ربما نتخيل ونحن يعني بين عشرين إلى عربين إلى ستين سنة اللي هو ممكن يكون أعظم إنتاج أو أعظم دخل لهذا الشخص أو منيورة الأشخاص وبالتالي الآن دورة الحياة 20 إلى 40 إلى 60 هنا قبلها بيكون اقتراض أو ما فيه ادخارات أبدا هنا الآن بيصير الادخارات بين 20 إلى 60 بعد الستين الآن بيصير تقاعد بيصير الاستهلاك أعلى فكيف يمكننا نطقيها بيانيا هنا الآن هنا ادخار سالب إذن هذه المنطقة اللي هي اقتراض سالب هذه المنطقة الخضراء اللي هي الادخار وهنا طبعا الادخار السالب أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي أرجو مراجعة المقطع المخصنوري الدورة على هذه القناة وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته